فيلمنا بيبدأ في مساحة للأمراض العقلية في إيرلندا وبنشوف روز ماجنولتي المريضة اللي بقالها سنين في المساحة وبتفتكر اليوم اللي دخلت فيه للمكان وبعدها بننتقل للدكتور ستيفن جرين واللي بيكون المدير الجديد للمساحة اللي روز مسجونة فيها وبيبان إن ستيفن مهتم بحالة روز الصحية وبيقرأ الملف بتاعها من يوم ما دخلت للمستشفى وبيعرف إن روز قتلت ابنها وهو طفل بطريقة وحشية علشان كده هي مسجونة في المستشفى من وقتها وبعدها بيوصل ستيفن للمستشفى علشان يقيم حيلة روز قبل ما ينقلوها المساحة تانية بعيدة وبيكون معاه الدكتور أندرو المسؤول عن حالتها وأول ما بيدخلوا الروز بيندهب اسم روز كلير زي ما مكتوب في الأوراق لكنها بتقولهم إن اسمها يبقى روز ماجنولتي على اسم مايكل ماجنولتي جوزها وبتقولهم كمان إن هي ومايكل كان عندهم طفل ولسه عايش وساعتها ستيفن بيشرح لها إنها لازم تتنقل لمساحة تانية لإن المساحة دي هتتقفل وهتبقى فندق لكن روز بترفض تسيب المكان وبتقول لستيفن إنها قطت عمرها كله في المساحة ومستحيل تسيبها وبعدها بنشوف دكتور أندرو بيشرح لستيفن حالة روز وبيقوله إنها تجننت وبتشوف أشباح وتهيوات وبيوريه له روز وهي بتتماشى في طرقة المستشفى وبتتلفت حواليها زي كل يوم وبيباني إنها مستني حد طول حياتها وبتدور عليه لكن الحد ده مش بيسهر وفي نفس الوقت بنشوف كل المرضى وهم بيمشوا من المستشفى معادة روز اللي بتكون رفضة الخروج لكننا بنشوف دكتور ستيفن وهو بيمدي على الأوراق علشان يديهم إذن يخرجوا روز بالعافية من المساحة لحد ما ستيفن بيسمع روز وهي بتزعق برة وبيشوفها وهي بتوقف العربية اللي بتنقل حاجتها وساعتها روز بتترجى ستيفن إنه يساعدها وبتطلب منه يرجعوا لها المذكرات بتاعتها اللي أخدوها واللي بتكون كتبة فيها كل حاجة عن حياتها لكن دكتور أندرو بيتدخل وبيدي الروز حقنة مهدئة علشان يسيطر عليها وساعتها ستيفن بيتدايق علشان روز وبيطلب من أندرو مهل الأخر الأسبوع علشان يقدر يقنعها وبيكرر ستيفن إنه يرجع المذكرات بتاعت روز وكل ممتلكتها وبعدها بنشوف ستيفن وهو بيتطمن على روز وبتكون كاترين الممردة معي فبتحكي لهم روز إن بقى لها 40 سنة في المصحة وخلفت ابنها هنا وإنها خايفة لما تمشي ابنها يرجع علشان هاو ما يلاقهاش فبيستغرب ستيفن إن روز مستنية ابنها من 40 سنة وبيطلب منها إنها تحكي لهم قصتها وساعتها روز بتحكي لهم إن طفولتها كانت سعيدة جدا لحد ما والدها مات وهي طفلة صغيرة ومن بعد موت والدها مامتها زعلت جدا عليه لحد ما تجننت ودخلت المستشفى زي روز وبتقول لهم روز إن أحسن حاجة حصلت في حياتها إنها قابلت مايكل جوزها وده لإنها وقعت في حبه من أول يوم شافته وساعتها الفيلم بيرجع بينا لمايكل جوز روز وبنعرف إنه كان طيار حربي أثناء الحرب العالمية التانية وبنشوف روز وقتها وهي في السينما وبنعرف إنها كانت عايشة في إنجلترا لوحدها لحد ما الحرب بتوصل للمدينة بتاعتها فبتضطر روز إنها تسيب إنجلترا وبترجع تاني لبلدها إيرلندا واللي بتكون مزرتهاش من يوم وفاة مامتها وأول ما بتوصل بتشوف مايكل لأول مرة وبتروح بعدها على طول لخالتها ألي نور واللي بتكون هي الوحيدة اللي بقية من عيلة روز كلها وبعدها بتبدأ روز تشتغل نادلة في المطعم بتاع خالتها وبتكون سعيدة بحياتها الجديدة وفي يوم بنشوف روز وهي مروحة لبيتها وبتعدي بالصدفة من قدام محل مايكل وساعتها مايكل بيوقفها وبيعرفها بنفسه وبيباني إنه معجب بيها وبيحاول يتكلم معيها وبيقول لها مايكل إنه هيسافر بسبب الحرب لإنه طيار وبيتمنى إنه يلاقيها تاني لما يرجع للقرية لكن روز ساعتها بتمشي وبتسيبه وبنلاحظ إن شخص من القرية كان واقف وبيسمع كل حاجة قالوها فبيروح نفس الشخص ورا روز وبنعرف إن اسمه توم وبيحذرها إنها تتعامل مع مايكل تاني وده لإن مايكل أساساً من انجلترا وبيعتبروه خاين وبيقول لها توم إنه هيبدأ يرقبها بنفسه علشان يتأكد إنها هتبعد عن مايكل وتاني يوم بنشوف مايكل وهو رايح للروز علشان يوضعها وبيطلب منها تستنى لحد مايرجع من الحرب وساعتها بيباني إن روز كمان بدأت تعجب بمايكل وبتحس إنه مختلف عن أي حد عرفته في حياتها وبعد أيام بنشوف روز وهي بتعوم لوحدها في البحر وبيباني إن في شخص شايفها من بعيد وأول ما روز بتلبس هدومها بيروح لها نفس الشخص وبيقول لها إن ممنوع الستات يعوموا في المكان دا لإن الموج عالي وإنها المفروض تعوم في المكان المخصص للستات فبتقول لروز إنها ما تعرفش لإنها لسه جديدة في المدينة وبتبصله في عينه وبتتحدى لإنها مش تسمع كلامه وساعتها روز بتسأله هو مين وبيشتغل إيه فبيقول لها إن اسمه ستيفن وبيرفض يقول لروز عن وظيفته وساعتها ستيفن بيفكرها إنها مجرد ست وعيب إنها توقف مع راجل وتبصله في عينه إلا لو كان جزهق فبتستغرب روز من طريقته معها وبتمشي وبتسيبه على طول وبعدها بيكون ستيفن راكب عربيته ومروح فبيعرض على روز إنه يوصلها في طريقه وفعلا روز بتوافق إنها تركب معاه لإن المسافة للمدينة بتكون بعيدة وساعتها ستيفن بيعرف منها اسم المطعم اللي بتشتغل فيه لكنه برضو بيرفض يقول لها هو بيشتغل إيه وأول ما بيوصله بيكرر ستيفن ينزلها بعيد عن القرية وبيقول لروز إنها قرية صغيرة وأكيد الناس هتتكلم لو شافتهم مع بعض وتاني يوم بننتقل لروز وهي في الشارع وبتقابل ستيفن اللي شافتهم بارح بالصدفة وساعتها بتتصدم لما بتعرف إنه الكاهن بتاع القرية وكل الناس بتحترموا وبتعملوا حساب وبعدها بنرجع لروز في الحاضر وبتوري للدكتور ستيفن صورة الأسيس وبتقوله إنه هو اللي دمر لها حياتها وبعد ما روز بتنام بيبدأ ستيفن يقرى المذكرات بنفسه وبيعرف إن روز كانت مستنية ابنها طول اللي 40 سنة وبتكون متأكدة إن ابنها هيظهر في يوم ويلقيها وساعتها ستيفن بيقول للممردة إنه مستحيل روز تكون قتلت ابنها لإنها فطلت مستنياة 40 سنة وبعدها بنرجع تاني للماضي وبننتقل للمطعم بتاع خالة روز اللي بتشتغل فيه وساعتها ستيفن الكاهن بيزور المطعم لأول مرة وبيباني إنه رايح مخصوص علشان يقابل روز وبيحاول يفتح كلام معها لكن بيبان إن روز مش بترتاح لستيفن وبترد عليه على قد سؤاله وبعد فترة بيبان إن ستيفن بيطارد روز وبيحاول يقرب لها وما بتكونش قادرة تحرجه لإنه الأسيس بتاع القرية وبتضطر إنها تركب معاه العربية لتاني مرة لكن المراضي واحد من القرية بيشوفهم وبتبدأ الإشعاعات تنتشر في القرية كلها إن بينهم علاقة وبعد أيام بنشوف روز مع خالتها اللي بتكون متضايقة من روز بسبب الإشعاعات اللي طلعت عليها فبتقول لها روز إن مفيش بينها وبين الكاهن أي حاجة وإن ستيفن هو اللي بيحاول يقرب لها وهي رفضة لكن خالتها برضو مش بتصدقها وبتهدد روز إنها هتطردها في الشارع لو قربت تاني من ستيفن وتاني يوم بنشوف ستيفن خارج من الكنيسة وبيقابل روز وبيحاول يوقفها ويتكلم معيها لكن روز بتتجهله وبتمشي على طول لإنها خايفة من خالتها وبعد أيام بنشوف روز وهي على البحر لوحدها وبتبدأ طيارة حربية يضطير فوقها مع إن المدينة بتاعتها بعيد عن الحرب فبتفهم روز إن مايكل حبيبها هو اللي في الطيارة وبيتطمن عليها وبعدها بنشوف روز وهي في طريقها ومروحة للبيت وبيبان إن كل شبان القرية كانوا معجبين بيها وبيحاول واحد منهم يقرب لها ويتعرف عليها لكن روز بترفض تتكلم مع حد كالعادة وبتمشي وبتسيبه على طول لكن في نفس الوقت بيكون ستيفن الأسيس قاعد على كافيه وبيشوف الشاب اللي بيحاول يتكلم مع روز وبيكون غيران عليها وبعد أيام بيكون في حفلة كبيرة في المدينة وكل سكان القرية بيكونوا موجودين وبيظهر جاك اللي بيحاول يتعرف على روز وبيطلب منها ترقص معاه فبتوافق روز إنها تدي له فرصة وأثناء ما روز بترقص مع جاك بيكون ستيفن الأسيس موجود علشان يرائب على المكان وبيلاحظ إن روز وجاك قريبين من بعض كدا فبيحس بالغيرة على روز لما بيشوفها في حضن جاك يكون بينهم مسافة أثناء الرأس لكن جاك بيتدايق من كلامه وبيعرض على الأسيس إنه يرقص هو مع روز وبيحرجه قدام كل الحضور وساعتها روز بتحس بالإهانة وبتتدايق من ستيفن وبتخرج من المكان بسرعة وهي متدايقة لكن جاك بيوقف روز قبل ما تمشي علشان يصلحها وبيعترف لها إنه بيحبها وعاوز يتدوزها لكن ساعتها ستيفن بيتدخل وبيؤمر جاك يبعد عن روز لحد ما جاك بيتعصب وبيضرب ستيفن الأسيس قدام كل الموجودين وساعتها ستيفن بيفقد أعصابه وبيردله الدربة وبيتهم روز إنها قصدة تغري كل سكان القرية لكن روز بتفكره إنها ما أغردش أي حد وإنه هو بنفسه اللي بيجري وراها وبيتردها وبعدها بننتقل لروز وهي في البيت عند خالتها اللي بتكون متدايقة من روز بسبب الفديحة اللي حصلت وبتقول لها إن الإشعاعات أكيد هتأثر على سمعة مطعمها علشان كده بتقرر إنها هتطرد روز من البيت ومن المطعم وتاني يوم بننتقل لروز مع خالتها عند بيتها القديم واللي بيكون في مكان منعزل وبعيد عن القرية وبنعرف إن روز هتعيش هناك لوحدها تماما وبعدها بيعدي الوقت وبتفضل روز عيشة لوحدها وبيبان قد إيه هي مكتئبة وحيدة وبتفضل تسمع أخبار الحرب في الراديو لحد ما في يوم القصف بيوصل لقرية روز وبتشوف طيارة حربية بتقع قريب من بيتها فبتخاف روز وبتحاول تستخبه وأول ما الدنيا بتهدى بتخرج علشان تطمن وساعتها بتشوف من بعيد طيار متعلق في شجرة بعد ما الطيارة بتاعته وقعت فبتجري روز بسرعة علشان تجيب سكينة وبتروح للطيار وبتقدر تنقذه قبل ما يموت لكنها بتتفاجي إنه يبقى مايكل حبيبها ومش بتصدق إن طيارته وقعت بالصدفة قدام بيتها وأول ما مايكل بيفوق مش بيصدق إن روز قدامه لكنه بيسمع صوت أهل القرية وهم بيدوروا عليه فبتاخدوا روز بسرعة وبتتحرك على بيتها علشان تخبيه لإن مايكل تبع الجيش البريطاني ويعتبر عدو البلدها وبعدها بيوصل مايكل لبيت روز وهو مصاب وبتقوله إنه لازم يستخبه بسرعة وفي نفس الوقت بنشوف طوم مع رجالة القرية وبيدوروا على مايكل علشان يقتله وساعتها بيروحوا لبيت روز وبيخبطوا عليها وبيفتشوا بيتها كله من غير أي استئزام لكن مايكل بيكون مستخبي في الدفاية ومش بيشوفوه وساعتها طوم بيقرب منها وبيسألها عن مايكل وبيبدأ يتحرش بها لكن واحد من أصحابه بيمنعه وبيخرجوا كلهم من البيت بعد ما بيتأكدوا إن مايكل مش موجود وبعد شوية بنشوف روز وهي بتعالق مايكل من جروحه اللي بيكون منهت جدا وبيبدأ يخرف بسبب الحرب وتاني يوم بنشوف مايكل بعد ما فاء وبيقول لروز إنه لازم يلاقي طريقة علشان يسيب القرية بسرعة لإن الجيش بتاعه في حالة حربه محتاجه وبعدها مايكل بيلاحظ متساكلة قديم في البيت بتاع روز فبيقرر إنه يبدأ تصليح فيه علشان يستخدمه ويهرب وبيقول لروز إنه هيحتاج أيام علشان يتصلح وبعد شوية بنشوف مايكل وروز وهم بيتغدوا لحد ما باب البيت بيخبط فجأة فبتروح روز علشان تفتح الباب وبتتفاجئ إن ستيفن الأسيس هو اللي بيخبط عليها وساعتها ستيفن بيقول لها إنها ماينفعش تعيش هنا لوحدها وبيعرض على روز تشتغل مدبرة للبيت بتاعه وبيباني إن ستيفن عاوز يدخل للبيت بتاع روز ويقعد معها لكن روز بتكسف ستيفن وبترفض تدخله وبتوعده إنها هتفكر في عرض الشغل بتاعه وفي نفس الوقت بيكون مايكل موجود وبيسمع كل حاجة ألوها وتاني يوم بيحاول مايكل يصلح المتساكلة علشان يمشي وبتكون روز نايمة وبتسمعه وبتفتكر إنه ماشي من غير ما يودعها لكنها بتتفاجئ إن مايكل جايب لها ورد وبيكون لسه موجود وبيصلح السقف بتاعها وبالليل بتتعشى روز مع مايكل لأول مرة وبيباني إن هم الاتنين بدأوا يحبوا بعض وبيفضلوا صهرانين طول الليل وبيرقصوا لكن تاني يوم بنشوف مايكل وهو بالزي العسكري وبيقول لروز إنه لازم يرجع للحرب لإن بلده محتاجة وبيسلمها المديليا بتاعته اللي فاز بيها في الحرب وبيطلب من روز تحتفظ بيها لحد ما يرجع لها لكن روز بتوقف مايكل في آخر لحظة وبتترجى ويستنى معيها شوية قبل ما يرجع للحرب وتاني يوم بنشوف روز ومايكل وهما نايمين وبيصحوا فجأة على صوت الباب وهو بيخبط فبيروح مايكل وبيشوف مين من الشباك وبيلاحظ إنه ستيفن الأسيس فبيقرر مايكل إنه يفتح الباب بنفسه لإنه بيغير على روز وبيتصدم الأسيس أول ما بيشوف مايكل عند روز في البيت وبيمشي من غير ما ينتق بولا كلمة وبعدها على طول بيروح مايكل لروز وبيعرض عليها الجواز وبيقول لها إنه بيحبها ومش هيسمح لحد يقرب منها وطبعا روز بتوافق على الجواز من مايكل وبيروحوا لوحدهم للكنيسة وبيتدوزوا من ورا كل الناس وساعتها بيبان قد إيه روز ومايكل سعدة مع بعض بالرغم من إن ساعدتهم هتكون مؤقتة بسبب الحرب وبعدها بنشوف مايكل وروز وهم راجعين على البيت وبيلاحظوا إن فيه حد عندهم جوا فبتخاف روز وبتفهم إن أهل القرية بيدوروا على مايكل وبتطلب منه يهرب بسرعة من المكان قبل ما يمسكوه وفعلا رجالة القرية بيشوفوا مايكل مع روز وبيجري وراه علشان يقتلوه وبعد أيام بننتقل لستيفن الأسيس اللي بيبان عليه إنه عاوز يعمل أي حاجة علشان ينتقم من مايكل وروز فبيقرر إنه يكتب جواب لخيلة روز وبيكتب لها إن روز عندها فرط في النشاط الجنسي وبينصحها تعالج بنت أختها وتدخلها مسحة وبعدها بنشوف الرهيبة مع خيلة روز وبتسلمها الجواب وبتقول لها إن هي الوحيدة اللي بقية من عيلة روز وهي بس اللي تقدر تدخلها المسحة علشان تتعالج وفعلا خيلة روز بتوافق وبتمدي على أوراق دخلها للمسحة وبعدها بننتقل للحاضر وبنشوف دكتور ستيفن مع ممردة روز وبيقرر التقرير اللي الأسيس كتبوا عن روز زمان وبيبان إن هما الاثنين حاسين إن روز مظلومة وبعدها بنرجع تاني لروز في الماضي وبنشوف البوليس وهو بيقبض عليها علشان يدخلها المسحة وفعلا روز بتدخل للمسحة النفسية وبيشرح لها الدكتور إنها دخلت للمسحة بسبب خالتها واللي قدمت فيها تقرير بسبب سلوكها الجنسي الغير مبرر وبيقول لها كمان إن ستيفن الأسيس شاهد على كلام خالتها وأكد عليه فبتحاول روز تشرح لهم إنها متجاوزة من مايكل ماجنولتي لكن محدش بيصدقها لإنها ما قلتش لحد حتى لخالتها وبتضطر روز إنها تتحجز في المسحة غصبة عنها وبيبان من أول دقيقة قد إيه المعاملة هناك أسيا وبعد أيام بترفض روز إنها تاكل أي حاجة في المسحة فبتأمرهم الممردة يكتفوها وبتأكل روز بالعافية لكن روز بتشتم الممردة وبترجع كل الأكل في وشها فبيبان قد إيه الممردة تعصابت وبتكرر تعاقب روز باستخدام الكهرباء ومن بعدها بتبدأ روز تاكل أي حاجة يدها لها وبتحاول تتعود على الواقع اللي هي فيه لحد ما مايكل حبيبها يرجع تاني وياخدها وبعد فترة بيروح ستيفن الأسيس وبيزور روز وبيقول لها إن خالتها مش موافقة خرجها من المسحة وبينصحها إنها لازم تتجاوز من أي شخص لإن دي الطريقة الوحيدة علشان تخرج من هنا لكن روز بتفكروا إنها متجاوزة وبتقوله كمان إنها حامل من مايكل جزها فبيتصدم ستيفن لما بيعرف إن روز حامل وبيخرج وبيسابها على طول وبعد أيام بينقلوا روز لمسحة تانية تابعة للكنيسة وبتنتشر إشاعات بين الرهيبات إن روز تبقى حامل من ستيفن الأسيس وبيكونوا فاكرين إن روز وستيفن كانوا في علاقة وبيبان إن المسحة معمولة للبنات اللي بيكونوا حامل من غير جواز وبعد فترة بنشوف روز وهي بتشتغل في المسحة وبتحاول تتكلم مع واحدة زملتها لإن الكلام ممنوع وبتعرف منها إنها أول ما تخلف هياخدوا منها ابنها غصبة عنها علشان يبعتوا لأمريكا وعيلة هناك تتبناها وتاني يوم بنشوف روز وهي بتتكلم مع الراهيبة المسؤولة وبتقول لها إنها مستحيل تتخلى عن ابنها وتسيبهم ياخدوه فبتقول لها الراهيبة إن ابنها هيبقى محظوظ لو لقى أسرة تتبناها وبتقول لروز إن ده مش اختيارها وبعد تسع شهور من دخول روز للمسحة بيكون يوم ولادتها وبتقدر تستغل إن الباب كان مفتوح بالصدفة وبتهرب من المسحة بسرعة لكن طبعاً الراهيبات بيلحظوا اختفاءها وبيبدأوا يدوروا عليها وبعدها بتفضل روز تجري وهي مش عارفها تستخبى فين لحد ما بتوصل عند الشاطئ وبيكون ستيفن الأسيس وراها بعربيته فبتحاول روز إنها تهرب منه بأي طريقة وبتنط في المية وهي حامل ومش عارفها تتصرف إزاي وساعتها ستيفن بيقلق جداً على روز وبيحاول ينقذها وبيحرك المركب مع البوليس اللي بيكون وصل للمكان وفي نفس الوقت بتكون روز في المية وبتحاول تستخبى منهم لكنها بتتعب وبتحس بابنها وهو بيتحرك فبتبدأ روز طعوم لحد ما بتوصل لكهف وسط المية وبيباني إنها خلاص بتولد وساعتها ستيفن بيكون قلقان على روز وبيفطل يدور عليها ولما الزابط بيسأله إذا كان الطفل ابنه بجد بيسكت ستيفن ومش بيرد علي وفي نفس الوقت بنشوف روز وهي بتتقلم وبتصرخ لحد ما بتنجح إنها تولد لوحدها من غير مساعدة وفجأة بتسمع صوت ستيفن بينادي عليها وبيكون وصل للكهف اللي مستخبية فيه فبتتوطر روز وبتمسك طوبة كبيرة وبيشوفها الزابط وهي بتضرب ابنها بالطوبة علشان تقتله وساعتها ستيفن بيجري علشان يلحق روز اللي بيكون مغم عليها وبياخدها علشان ترجع تاني للمصحة اللي هتكمل فيها خمسين سنة من حياتها وبعدها بنرجع تاني لروز في الحضر وهي مع دكتور ستيفن وبتقوله إنهم سرقوا كل ذكرياتها بالكهرباء لكنها لسه فاكرة اليوم اللي ولدت فيه ابنها وبتشرح له إن يومها كانت ماسكة طوبة وبتضرب الأرض علشان تقتل ابنها زي ما الناس بتقول وساعتها بيبان إن الدكتور متأثر بكل كلمة روز قالتها وبيكون مصدق إنها بريئة ومقتلتش ابنها وبالليل بنشوف دكتور ستيفن مع كاتلين الممرضة اللي بتكون مستغربة سر اهتمام ستيفن بقضية روز وبتسأله عن قصة حياته فبيحكي لها ستيفن إن والده والدته اتبنو من وهو طفل صغير لكنه عمره محس إنه متبني لإن أهله كانوا بيحبوه جدا وبيقول لها إن والده قبل ما يموت كان بيحاول يبلغه برسالة لكن ستيفن ملحقش يعرف كان قصدقي وبعدها بنرجع تاني لروز في الماضي وبنشوفها بعد ما فائت في المصحة وبتسأل عن ابنها فبتعزيها الممرضة وبتقول لها إن ابنها مات وبتقول لها كمان إن هي اللي قتلته بنفسها لكن روز بتنهار ومش بتصدق إنها ممكن تأذي ابنها وبتتهم الممرضة إنهم خطفوا فبتتعرض روز لصدمات كهرباء كتير لإن الدكاترة فاكرينها مجنونة وبتفضل يجي لها تهيئات بسبب الأدوية وجلسات الكهرباء وبتشوف مايكل جزه وبتكلمه لكنها بتتفاجئ إنه ستيفن الأسيس اللي بيبلغها إن مايكل حبيبها تقتل وإن رجالة القرية هم اللي قتلوا وزاعتها روز بتنهار لما بتعرف إنها خسرت مايكل حبيبها للأبد وبتتهم ستيفن إنه هو اللي قتله لكن طبعا الممرضين بيقدروا يسيطروا على روز ومش بتقدر تعمل حاجة بعد ما خسرت جزه وابنها ومن بعدها بتفضل روز عايشة في مساحة للأمراض العقلية لمدة خمسين سنة وبتكون كل الناس مقتنعا نهي اللي قتلت ابنها فبتبدأ روز تكتب مذكراتها في الكتاب اللي معيها علشان ما تنساش اللي حصل في حياتها بسبب ستيفن وفي الحاضر بتفضل كاترين الممرضة تقرر مذكراتها وبتتأثر جدا بحكاية روز واللي حصل لها وبتشوف دكتور ستيفن وهو نعسان جنب روز لحد ما الدكتور أندرو بيدخل عليه وبيبلغوا ان من بكرة روز هتتنقل لمساحة تانية بعيدة لان ما عندهاش أولاد ولا قرية بيسألوا عنها فبتسمع كاترين الكلام بتاع دكتور أندرو وبيكون صعبان عليها ان روز هتموت قبل ما تشوف ابنها وبعد شوية بنشوف كاترين مع دكتور ستيفن وبيكملوا قرية المذكرات بتاعت روز وبتكون روز كتبة انها ما تعرفش تاريخ ميلاد ابنها بالزبط لان المساحة ما كانش فيها تقويم ولا ساعات لكنها متأكدة انه تولد بعد موسم النرجس فبيلاحظ ستيفن انه تولد في نفس الوقت تقريبا لكنه هو كمان مش متأكد من اليوم اللي تولد فيه بالزبط لانه أساسا تفلي متبن وساعتها كاترين بتحس ان دكتور ستيفن يبقى هو نفسه ابن روز وبتقوله انه لازم يدور على اي حاجة توصله بمامته الحقيقة وتاني يوم بيرجع ستيفن للبيت اللي تربى فيه طول حياته وبيبدأ يدور فقودة والده عن اي حاجة توصله بأهله الحقيقين لحد ما بيلاقي جواب والده خباه في صندوق قبل ما يموت وبيكون الجواب موجه لستيفن وساعتها ستيفن بيحس ان كاترين كان عندها حق ولما بيقرى الجواب في العربية بيتأكد ان روز والدته فعلا ومش بيصدق كمية الظلم اللي مامته تعرضتله وانه تحرم منها طول حياته وهي عايشة وفي نفس الوقت بنشوف روز في المصحة بعد ما فديت نهائي وبيبلغها اندرو ان كلها نص ساعة وهتتحرك لكن بعدها ستيفن بيوصل وبيعود مع روز وبيديها الجواب علشان تقراب نفسها وبيكون مكتوب في الجواب رسالة من والد ستيفن اللي رباه وبيحكي لهم ازاي اتبنه وساعتها الفيلم بيرجع بينا لحظة ولادة ستيفن وبنشوف روز وهي بتحضن ابنها بعد ما قطعت الحبل السري اللي بينهم لحد ما ستيفن الاسيس بيوصل وبياخد الطفل ستيفن من حضن مامته وبيخبيه قبل ما البوليس يشوفه وفي الحاضر بتقرى روز الجواب وهي مصدومة وبتعرف ان ستيفن هو اللي خطف ابنها فعلا وهو اللي سلمه للأسرة اللي ربته لانهم كانوا ما بيخلفوش وبيباني ان الأسرة اللي اتبنت ستيفن اكتشفوا قصة مامته الحقيقية بعد ما كبر لكنهم خبوا عليه ان والدته عايشة علشان ما يخسروهش وطبعا روز ما بتكونش مصدقة ان ابنها رجع بعد 40 سنة وبتفضل تفتكر كل ذكرياتها السعيدة مع مايكل والده وفي النهاية بتخرج روز من المصحة بعد 50 سنة من الحبس وبتقدر تلاقي ابنها بعد 40 سنة من الانتظار وبس كده ولو حابين تشوفوا ملخصات لأفلام تانية اكتبونا في الكومنتز